مشاهدين أهلا بكم كيف الحال؟ احنا ما زالت متوصلة هاد الحملة الأممية ديال 16 يوم لمناهدة العنف ضد النساء والفتيات كنتكلموا على هذا الموضوع كل هذا الأسبوع من زوايا مختلفة الزاوية اللي غنتكلموا لها اليوم هي اشنو كيددار على أرض الواقع سواء من طرف المؤسسات واش القانون كيدطبق من بعد الحالات لما كتب اللغش على أرض الواقع اشنو تحسنا نديرو هادش اللي غادي نشوفو اليوم مع فاعل جمع أستاذ خليد مصباح صباح الخير صباح الخير ومرحبا بكم شكرا على تلبية الدعوة سي خليد مصباح مترئيس جمعية حركة التويزة بمدينة بن جرير وكذلك فاعل حقوقي وكل الفاعلين الحقوقيين كنحاولوا اليوم نشوفوا رأيهم في هاد المواضيع ونتكلموا معهم ولأنهم هما تقريبا لكي جسوا نبض المجتمع خلال هاد الحملة الأممية ديالستشريهم لمناهدة العنف ضد النساء والفتيات وانطلحت تقريبا كل وسائل الإعلام هي من خارطة في هاد العملية هادية وتنتكلموا على هذا الموضوع والحاجة اللي كتلفت الانتباه ديالنا هو الأرقام هو الإحصائيات وهو الضحايا ديال العنف بجميع أشكالي بطبيعة الحال وكيلفت الانتباهنا كذلك لفات أنه يعني عدد كبير من هاد الناس اللي هما ضحايا من هاد السيدات اللي هما ضحايا ما كيمشيوش يبلغوا على العنف اللي تعرضوا لي ثم بعد هذا كله أشنو كيدار على أرض الواقع واش هناك تكفل بالضحايا واش هناك وولتونا أنتم كجمعيات ودكشي بأنه كين مشاكل عدة حتى على مستوى المؤسسات والسياسات العمومية تقوم بالدور ديالها أعطينا مسح للحالة العامة طبعا نحن نعيش الآن واحد اللحظة مهمة جدا هي الحملة الأممية بدأت الأيام 16 لمنهضة العنف واللي كده بدأ في 25 نوفمبر واللي الأمم المتحدة لم تكن دعبت عندما اختارت هذه الأيام أولا أن الحملة تنطلقوا باليوم الدولي لمهادة العودة للنساء وتنتهي بمناسبة الإعلان العالمي لحق الإنسان اللي هو عشرة دو جنبير وبالتالي هذه مرحلة مهمة جدا مركزة فيها النقاشات حول حق الإنسان بقضايا العودة للنساء طبعا كما سبق أن أشرت في أن هناك إجراءات تدابير سياسة عمومية قوانين إلى آخره في بلدنا ما يمكن أن نقوله ما كانوا والو وبالتالي أننا سنكونوا عدميين ونبسين ضدر كحلين وما كانوا شوفوا والو كان واحد الإجراءات تدابير كان انخراط دولي ديال المغريف منظومة ديال حق الإنسان كان دستور 2011 الذي انتصر إلى واحد النفس حقوقي وانتصر إلى النساء من خلال الفصل الساعتاش وما أدرك ما دلالة هذا الفصل بتحويله إلى فصل خاص بالنساء له دلالة عميقة جدا وبالتالي يجب الإرادة القوية للدولة ولهرم الدولة في دهب بعيدا في قضايا أو إنسان بشكل عام وفي قضايا المساوطة وقضايا على جميع أشكال التمييز طبعا لذلك العمل على المدونة ومدونة الأسرة الجديدة؟ نحن نعيش لحظة ديال النقاش العمومي حول إعادة النظار في المدونة وهو إجراء مهم جدا وجريء لأنه مدونة الأحوال الشخصية عمرت أكثر من 50 سنة لكن مدونة الأسرة بدأت مراجعتها قبل انتهاء 20 عام وهذه واحد الإجراء لمهم وأساسي نعم أرغم كل هذا المؤشرة لازلت مقلقة مقلقة على مستوى نسب العنف على مستوى التبليغ على مستوى أن يتكفلوا الحماية على مستوى الولوج إلى سبو الانتصف معنى الولوج إلى العدالة وإلى العدالة الجنائية بكل مكونتها نعم معنى أننا كنا إكرهات ولحظنا بأنه اللحظة القوية اللي كانت فيها صعوبة ديالولوج للعدالة هي اللحظة ديالكوفيد 19 كوفيد 19 أكد بأننا لازمنا محتاجين طور الأليات ديالحماية ديالنساء كانت أرقام مهيفة جدا ارتفعت فيها نسبة العنف فألوني في فهم كانت تقرير صادم تنسيق معه منطمة المجتمع المدني على مستوى الوطني تقرير صادم على مستوى سبو الانتصاف على مستوى آلية الحماية إلى آخرين أعتبر أنه كانت مرحلة صعبة جدا كان فيها حركة هذه المواطنين بسبب ذلك الوباء أيضا أن هذا الأمر من اللي كان نقوله الإحصائيات كان نقوله الأرقام مؤشرات المقلقة ماذا بعد أنا كنت أعتقد بأنه لا يمكنه أن نقفع مزيئة تكون عندنا المؤشرات تكون عندنا الأرقام تكون عندنا الإحصائيات باش نبنيو عليها برامج وسياسات عمومية قادرة أنها تجاوب على هذه الإشكال لا يمكن أن نبقى حبيسي المعالجة للدهيرة في السطح ديالها أنا كنت أعتقد بأن معالجة للدهيرة خاصة تعالج في العمق عندها سياسات عمومية مندمجة نعم ودرش عندها صبغة ووقائية طبعا طبعا الستراتيجية تكون فيها الجانب الوقائي والحماي والتكفر يعني مني كنت تكلموا على وقائية على المدى البعيد طبعا باش واحد من نهار لأن اليوم تنتكلموا على لا تسامح مع العنف لا تسامح مع العنف تيعني التبليغ وتيعني كذلك تطبيق القانون وهذا هنا في المشكلة لأن بعد المرات رأي القانون كاين ما يتمش تطبيقهم ما يتمش لجوء لي يعني في بزر ديال الحالات تلقى أنا سيداتي تخبطن رغم أنها تتبلغ على الحالة ديال العنف لكن مني كنت قوله صبغة ووقائية على المدى البعيد هو الجيل جديد يؤمن بهذه الأفكار هذه كلها ولا يعنيف طبعا لا يعنيف البحث الوطني الذي أنجزته الأرسابيل من دبيا السامير تخطيط أكد بأن 57% من النساء لا يعلمنا بوجود القانون 13 وبالتالي أنه ما معنى ما الجدوى من سياغة قوانون وتشريعات لا يعرفها المواطنون ولا تكون سبيل للحماية ديال المواطنين حسنة أنك يكون علاقة مباشرة بالمواطنين طبعا قلت بأنه كان إشكال في الولوج إلى سبو الانتصاب بشكل عام أولا إذا تحدثنا على العنف داخل المدينة ما هو العنف في المجال القراوي نعم العنف في المجال القراوي كان فيه صعوبات الولوج والتنقل الموبيليتيت عن الناس وسائل النقل العمومية إلى آخره الجوج أنه من العوائق لينسبو الانتصاف هو تحميل الضحية عيب الإثبات تماما كيف يمكن الضحية أنها تجيب وشخصات تبقى حطى الشهود وحدها في الدار باش مقتماع النفى الزوج ديالها ديقولهم يا الله شهدوني يا الله ضربني نعم قد تجد شهادة طبية فيها 60 يوم و45 يوم وتأخذ البراءة وتجد شهادة طبية تفوق 21 يوم وتأخذ الموقوف وتأخذ السجل الموقوف بدعوة أنه لا يوجد وسائل الإثبات معنى أنه إثبات هو الحالة الموجودة للمرأة والمعاينة لحالة ديالها الصحية إلى آخره ولكن إذا كان العنف بارز على الحالة ديالها أنا كنت أقول بأنه كان العنف قد تصل إلى 60 يوم ويمكن يأخذ الحالة الموقوف وردنا حالة العنف العنف الاقتصادي العنف النفسي العنف اللفظي العنف القانوني وitudinal conferences واحدة لا يمكن أن تأخذ عدم ذلك أنا شخصيا أعتبار بأن العنف النفسي هو ظاهرة عارذانية في جميع أنواia العنف عندما يكون العنف الاقتصادي مرتبط بالنفسي الجسدي مرتبط بالنفسي الجنسي مرتبط بالنفسي معنى أن أكثر نيسة الحالات العنف هو العنف النفسي أنه مرتبط بجميع الأنواع بلما تكلموا طبعا على الأنواع الجديدة العنف منها العنف الرقمي العنف الرقمي اللي فيه إشكال ولكن يسهل إثباته يسهل إثباته إذا ما قررت الضحية الوجوء إلى القضاء لأنه كانت آليات الدبط ومعينة المجردات عن طريق مفوضي القضائيين لكي تبدو الحالة وهذه الحالة هي لكي تكون دليل الإدنة للجانب ولكن غالبا ما العنف الرقمي يرتبط بما هو أخلاقي وبالتالي كتكون الحشباء إلى آخر الخوف من الفضيحة الخوف من العار إلى آخر وبالتالي أن الضحية تسمح في حقها مقابل أنها تسمح مها كان مسألة أخرى اللي بغيتنا تكلم معاك فيها أستاذ مصباح التكفل بالضحايا بدءا بالاستماع لهن بزاف دي الناس تشكوا بأنه ما كانش خلايا دي الاستماع اللي هي لائقة وتحترم بزاف دي المعايير مثلا اللي يقدرون الناس يلجؤوا لها أو للسيدات المعنفات يلجؤوا لها ويتم الاستماع لهن يعني الاستماع كمواطنة في حاجة لمساعدة بدون حكم بدون عود يعني بعض المرات يتعرضوا لألفاظ ولا لمثال معاملة ماشي مناسبة خاصة في هذا الوقت وليس يصعب أن نقول أنه ما كانش آليات دي الحماية دي التكفل هناك آليات الآن كينا مراكز كينا مراكز استماع النساء ضحايا العنف كينا الخلايا دي التكفل بالنساء ضحايا العنف في المستشفيات في مراكز الدرك الملكي لدى الشرطة في المحاكم إلى آخره كينا ليماف دابا دوك الفضاءات المتعددة الوظائف للنساء اللي كينا أكثر من ستين مركزة على المستوى الوطني هذي كلها آليات دي الحماية للنساء ولكن للأسف من غير اللي أسمحتي من غير المؤسسات المتمنعة تكلمية على الشرطة والدرك الملكي هذا طبعا راهم في خدمة المواطنة هذا الواجب ديالهم بعض الخلايا الخورى التي تكلمت عليها ودك شو واش هي مفاعلة فعلا وعلى كل حال أنها كينة ولكن ضعف الأداء ديالها كين ضعف الاستقبال لأنه النساء المؤنفات تخصموا حد الوسائل خاصة للاستقبال ديالهم في ظروف أكثر أريحية أكثر لأن المرأة معنفة ومنهارة نفسيا إلى آخرين كتستقبلا كباقي المواطنين في محكمات كباقي المواطنين في مركز دير الدرك الملكي كباقي المواطنين في مركز دير الشرطة إلى آخرين نحن نطلبك مجتمع مدني أن الآلية للتكفل الموجودة الرسمية بالخصوص أنها تكون وسائل استقبال في مستوى الحشب للعنف التي تتعرض له لأنها كينة خصوصية لأنها كينة خصوصية للقضية للعنف للنساء وبالتالي أن الآلية للحماية للتكفل داخل المؤسسات العمومية تكون وسائل مريحة للاستقبال أيضا أنه رغم وجود مراكز التماع رغم وجود هذه الآلية للحماية التي هي مراكز المتعددة للوظائف ولكن ضعف الإمكانية ديرها المادية البشرية إلى آخره تحول دون أدوار ديرها الحقيقية على أكثر لذلك خاص سياسات عمومية مندمجة يكون فيها الحماية والوقاية والتكفل بالشكل الذي يضمنه كرمة النساء الشعار المتداول هو لا تسامح مع جميع أشكال العنف هذا يعني ما يعني طبيعة الحالي أنه من أن تقوله لا تسامح فكر دينا تخصوه يمشي مع هذا التصور هذا لا نقبل بالعنف لا نتصوره أساسا كتلاحظ أنه ما زال هناك تسامح لأنه سنبدأ بواحد المسألة التي نعودها دائما تقول لك غير سرفقها ستبدأ من هنا لا يوجد بس مكين نتحدث عن المستوى العنف الرقمي وتكلمنا خلال الأسبوع لبعض سيدة لي بعض الأشكال التي تعتبر في أوساط أخرى ها عنف توجه هذه المرأة والهدف هو أن الحد من هذه الأمور عند المعنف المعنف في لتمادى والتانية ما هدرتش بالنسبة له سلوك عادي وكيف أنت ترفضي وحد أخر تقبلو إلى غير ذلك من يقولون لا تسامح يعني حتى القانون يتطبق على الجميع وحتى على المستوى الفكري ومستوى التقبل ومستوى الوقائي وهذا يجب أن نكون متفقين على نفس المفهوم نحن كاملين ما زال نحن بعاد على هذه المسألة كدهن طبعا ما زال خاصنا بزاف ديل الأشواط باش نوصلوا لمستوى ديل أننا نج المجتمعي التي آمن بالاختلاف طبعا الاختلاف وكي آمن بقواعد العيش المشترك تماما تقول فكرة واحدة يعني كي آمن بالاختلاف معنا أنكي آمن بأنه هو رجل كينا معاه واحد المرأة في المجتمع راكي الواحد الاختلاف في النوع في النوع الاجتماعي وبالتالي خصو يحترم خصو يحترم هذا النوع كيف ما كان وبالتالي ما كي نقوله قواعد العيش المشترك كان يحترمون المهاجرين وطليب اللجوء والإثنيات والعرقيات والحساسيات إلى آخره وبالتالي والنساء أيضا أيضا أنا بالنسبة لي وطلع أعتبر بأنه كان واحد دور مركزي النهاري يتفعل بشكل تلقيق اللي هو مؤسسة تنشيئة اجتماعية المدرسة العمومية من الأسرة القيام التربية على قيام حق الإنسان على المواطنة عالمنا هذا تكفد أشكال تمييز تبدأ تنشئ الاجتماعيين للأطفال تعلم المساوات ويحترم أخته في الدار ويحترم الطفل المدرسة ويحترم الطفل المدرسة ويعتبرها شركة دياله أخت دياله إلى آخر لا تقول له نجيب أختي شريبة أو نجيب أخي شريبة وإن ذلك هو عمر بسيط وإن ذلك هو عمر هو الرجل معنا أنك ربي وتمييز من الأسرة عند الأطفال في لا شعور ديالهم يركب الطفل هكذا ويركب أن هذه المرأة شي حاجة ميلكه جزء دياله تيمكن يتملكها عنده سلطة عليها وإن أخي سواء أخوها ولبها إلى أخير من يربيوا المجتمع على المساوات وعلى قواعد العيش المشترك وعلى المواطنين حقا نعتقد أن سنكونوا بدينا حربوا الضاهرة وليس في السطح والهدف الأسمى من دبع الله أعلم أجيال وأجيال لا فرق مرأة رجل سواء متلقة سواء كاملة وما تهدرش على هذه الأمور تكون من البديهيات للحديث باقية بغيت نتكلم معك أكثر على التنشيئ أنتم كجمعية وكفائلين في المجتمع المدني شنو الدور ديالكم حتى في تغيير هذا الفكر هذا لأنه إلى ما غيرناش الفكرة لم يمكنناش نغيره حتى القوانين شنو الدور ديالكم كيفاش تقوموا بالعمل ديالكم في المحيط ديالكم باش يتم مناهرة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات لاشية إن شاء الله من جوش حتى الثلاثة يك سي مصباح سيكون معنا إن شاء الله بشكل مباشر من جوش حتى الثلاثة على أمواج راديو دزان شكرا لكم اشتركوا في القناة